كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبنا لكم احلى كيكا بالموز روعة تجي خفيفة وحد الماذاق رهيب يعني جربوها وانتو ما مضنعينكم شكلها رويشة هي شوفوا انا نقسم فيها الشكل تاحا راهوا ما شاء الله ما زالت سخونة انتو ما خلوها تبرد لكم باش تقدرو تقسموها شوفوا شكلها كيفاش يجي يجي اروعة هالك انا الصوس الشوكولة من فوق وهي من الداخل تجي رطبة خفيفة والموز قطع الموز تجيكم في فنكم الذوب انا نقطع لكم قطعها راح تشوفوها في الصحن اذا انا الصحن نجيبوا صحن شوفوا شكلها كيفاش جاء اذا هاي شكلها قلت يجي اروعة نقول شوف اذا قسموها القطع الموز تجيكم في الواسط قلت خلوها انتو محتة برد وكولت وحضر في دقائق اذا نحتاجوا هنا البلا ندهنوها بالزبدة اذا هنا البلا دهنتوا بالزبدة نجيب شوية سكر نرشوا فقط بشوية سكر ونحط قطع الموز تجينا هنا الموز نحتاجه من الحبتين حتى التحبات انتو ما لا حبيتو لكي كاتا عكم تحسو لها بطعم الموز دير وتتحبات اذا ما عندكمش حبات نحاولو نوزعها على كامل البلا دعنا اذا هنا هنقطع لكم وحتشوفوا السمك تاحا ماشي يكون غامق عفون كبير وميكونش صغير يعني حجم حوالي واحد سنتيم بهذا الشكل اذا هنا هنقطع كامل القطع نملأ البلا دعنا ونرجع لكم هنا بعد ما ملأتو البلا دعنا بالبانان او بالموز نجيبو نخدمو الكيكات تاعنا عندنا هنا تحبات بيض اذا تحبات بيض بدرجة حارة الغرفة عندي بقدر البيض نقيسو بيه الحليب نص كاس زيت اذا كاس مملوء كاكاو اذا عندنا كاس مملوء سكر رشد الملح كيس خمير كيس خميرة الحلويات زوج كؤوس فارينا وهنا يا صودا نصف ملعقة بيكربونات الصودا اذا نروح نوجدو نحطو في حبات بيض قلنا نزيدو له كاس مملوء سكر تعميتين واربعين مليلت رشد الملح نضربوهم بيدي حتى نشوفوا السكر تاعنا ذاب واللون تاعو صبح فاتح اذا هنا ضربوا البيض بالضراب اليدوي حتى تشوفوا الكيكة التاعنا او الخالي التاعنا بيض شوية انتم اخذوا وراحتكم كامل وضربوه بالضراب اليدوي حتى تشوفوا اللونها قلت بيض وسكر يعني ذاب اذا في هذه المرحلة كي نشوف اللونه تغير رح نضيف نصف كاس زيت يعني مية وعشرين مليلت زيت اذا قلت نصف كاس تاع ميتين واربعين اذا مية وعشرين مليلت رح نضيف له الحليب قلت الحليب قدر بيقدر البيض نديرو الحليب تقريب نحاولي كاس خصغير شوية فقط قصبع حليب ونزيدو كي نخلطو الخالي كلو نضيفو الكاكاو كاس كاكاو كاس مملؤة عميتين واربعين مليلتر اذا دايما نجوزوه قلنا في الصفايا وبعد ذلك حنزيد الفارينة الفارينة انا كنت غربلتها مقبل مباشرة رح نوضحها قلت زوج كؤوس فارينة اذا هذا الكاس الاول وارح نضيف الكاس الثاني اذا قلت زوج كؤوس فارينة كاس كاكاو اذا كاس خميرة الحلويات دايما نجوزو قلنا في الصفايا تعنا ونزيدو اذا بيكربونات الصودا نصف حوالي اذا ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا اذا هاي هنا انا نفتح بيكربونات الصودا العلبة شوف قريبا ما يوصلش النصف اذا نخلط الخاليط التاعنا كله اذا نخلطه جيدا الخاليط التاعنا حتى يعني يدخل فارينة والكاكاو داخل العجين وبعد ذلك حنضيفه مكون اساسي لهو الماء المغلي اذا هذه الخلطة قلت هذه كيكا اذا هي كيكا الدولة بزاف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كيكا روعة اذا نزيدو ماء يغلي بهذا الشكل ونحركو نسترعو نحركو الخاليط باش ان يندمجنا الخاليط كله قلت الكيكا هذي تجي من اروع ما يكون كيكا سهلة وبسيطة نحضروها في خلال دقائق ونحضرناها ونحضرها في الفرن طيبنا اذا بعد ما خلطنا الخاليط مباشرة نفره فوق البليا قلنا البليا هنا اا 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 قطر تاعو 30 سنتيمتر اذا نفرق كامل فوق البانان نغطي البانان كامل ووجه تاعو ونحطها في فرن 180 درجة الطيب أنها من الأسفل وتنشفوا حدها من الفوق إذا أنتم ما كتدخلوا عود ثقاب كتدخلوه لداخل الكيكة تعكم تلقوها أن أشفاء ما فيهاش ما فيهاش لعجين تعرفوا باللكيكة تعكم وجدت نحطوها في الفرن إذا نحطها في الفرن 180 درجة قلنا حتى الطيب شوفوا إذا لازم تحركوا الخالد تعكم بيدخل داخل البانان البانان الكامل الآن يتشربوا ويدخل داخل البانان بهذا الشكل شوفوا إذا لازم هذه المرحلة ديروها باش البانان تعكم كامل يتغطى قلت نحطها في الفرن شوفوا بعد ما طابتنا هاو الشكل تحها نشفد كامل أنا هنا كنت صنعتكم مقبل نوطي لا اقتصادية راح نطلي بها هتلقو الرابط أسفل في صندوق الوصف كيفية صناعة النوطي لا اقتصادية اللي ما شافهاش إذا نحن نطلي بها وجه الكيكة تعنا قلت لكم جات ما شاء الله شوفوا النوطي لا كي شد تروحها إذا جات ما شاء الله هنا الكيكة تعنا غير ما خرجتها من الفرن على هذه النوطي لا تعنا بالحرارة هاي عودت ذابت وساعدتنا أنه نواسي الكيكة تعنا نغطيها كامل بالشوكولة قلت لكم الكيكة هذه تاعة الموز روعة كيت برد أنا نقول لكم جربوها وماذا بي تعطوني تعليقاتكم بعد ما تجربوها وكيف أسجتكم هذه الكيكة قلت لكم جربوها إذا جيكم روعة الموز كيتاكلوه يعطي واحد الضوق واحد الطعم للكيكة يعني ما فيش مثله هنا بعد ما قطعتك بعد ما يعني ملأتها من الفوق بالشوكولة نوطيلة الاقتصادية اللي صنعناها قلت حتوجدوها في صندوق الوصف رح نقطع لكم قطعة رح تشوفها وهي سخونة هنا شوفوا هان راهي كما يقول هان راهي تترعد إذا نجي ما شاء الله جي خفيفة بالبزاف والبنة روعة قلت خلوها تبرد لأنه كيكة هذه الموز ما يعطيش البنة تعوح يبرد فقط هنا باش يعني تشوفوا شكلها قطعت لكم قطعة باش تشوفوا شكلها من داخل كيفاش جات جات أروعة إذا نقول في الآخر نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وصفة بسيطة وسهلة ويعني ليحب الشوكولة هذه من أروع الكيكات ليصنحها يعني في الآخر نتمنى شوفوا شكلها جا يشهي كي تشوفوه ما شاء الله حنحط الآن في الصحن والداخل كي تقطعوها توجدوا قطع الموز شوفوا جي سهلة رطبة قلت وقطع الموز لداخلها قلت جي أروعة إذن في الآخر نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها ودمتم بخير إن دمتم آمنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر